إسرائيل متهمة باستخدام ذخائر الفوسفور الأبيض المثيرة للجدل في هجمات على جنوب لبنان التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش اتهم القوات الإسرائيلية باستخدام ذخائر الفوسفور الأبيض بشكل غير قانوني في 17 بلد على الأقل جنوب لبنان منذ أكتوبر عام 2023 خمس منها استخدمت فيها الذخائر المتفجرة جوان فوق مناطق سكانية مأهولة ما يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي لكن بيان الجيش الإسرائيلي الصادر في أكتوبر الماضي أكد على عدم استخدام قذائف الفوسفور الأبيض في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مع وجود استثناءات معينة باستخدام قذائف الفوسفور الأبيض الدخانية ما يتوافق مع القانون الدولي حسب البيان ذخائر الفوسفور الأبيض قابلة للإشعال عند التماس مع الأكسجين وتستخدم لتشكيل ستائر دخانية وإضاءة أرض المعركة لكن هذه الدخيرة المتعددة لاستخدامات قد تستعمل كذلك كسلاح حارق قادر على أن يسبب حروق قاتلة لدى البشر وفشل في الجهاز التنفسي والأعضاء وأحيانا الموت سجلت وزارة الصحة اللبنانية 173 شخصا كمصابين بتعرض كيميائي ناتج عن الفوسفور الأبيض دون أن تحدد ما إن كانوا مدنيين أو مقاتلين كما أثارت اتهامات باستخدام الفوسفور الأبيض القلق بين المزارعين جنوب لبنان الذين شاهدوا أراضيهم تحترق فيما يخشى آخرون من تلوث الطربة والمحاصيل ذلك قدم لبنان شكوا بحق إسرائيل في أكتوبر الماضي أمام مجلس الأمن الدولي على خلفية استخدامها للفوسفور الأبيض أثناء عملياتها العسكرية داخل الحدود اللبنانية بما يعرض للخطر حياة عدد كبير من المدنيين الأبرياء ويؤدي إلى تدهور بيئي واسع النطاق ولا تزال الحدود اللبنانية مع إسرائيل تشهد معارك عنيفة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ ثامن من أكتوبر الماضي مما أدى إلى مقتل أكثر من 360 شخصا في لبنان غالبيتهم من عناصر حزب الله ونزوح ما يزيد عن 100 ألف شخص من القرى الحدودية